اهلا بكم الى موجز اخبار الان خرجت الدفعة الاخيرة من مهجري الوعر في حمص باتجاه مدينتي جرابلوس وادلب شمال سوريا الاتين تسيطر عليهما المعارضة لتصبح كامل مدينة حمص تحت سيطرة قوات الاسد وبلغ عدد الخارجين من الحي في الدفعة الاخيرة نحو ستة الاف مدني بينهم مقاتلون تابعون للمعارضة سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية شمال غرب مدينة رقة شمال سوريا عقب مواجهات ضد تنظيم داعش في اطار المرحلة الرابعة من معركة غضب الفرات وافدت قوات سوريا الديمقراطية انها سيطرت على قرية السلحبية الغربية وعثرت خلال حملة تمشيط واسعة على مدافع هاون وطائرة استطلاع وبعض الاسلحة في العراق اعلنت القوات المشتركة شن عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة الانبار لتطيرها من جيوب تنظيم داعش واوضحت خلية الاعلام الحربي ان المناطق التي شملتها العمليات العسكرية هي منطقة النباعي وبنيزيد ومنطقة الكسارات في شرق الانبار والقريبة من حزام العاصمة بغداد الغربي اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتلى ثلاثة ضباط جراء سقوط من وحية انقاذ تابعة للقوات البحرية بولاية تيبازة على سحل البحر المتوسط وذكرت الوزارة ان المرواحية سقطت اثناء دورية ليلية على محور البلاد تيبازة بعد ملمستها لاسلاك كهربائية ذات ضغط عال ما تسبب في وفاة طاقمها المؤلف من ثلاثة ضباط حثت الصين جميع الاطراف الحفاظ على الهدوء وضبط النفس بعد اعلان كوريا الشمالية انها اختبرت بنجاح صاروخا بلسيا متوسط المدى واكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية معارضة بلادها لنشاطات كوريا الشمالية الصاروخية التي تنتهك قرارات الامم المتحدة تعهدت كل من الرياض وابوظبي بتقديم مائة مليون دولار لصندوق يدعم مشاريع اعمال نسائية وتقوم ايفانكا ترامب ابنة رئيس الامريكي دونالد ترامب بجمع الاموال له بحسب ما افاد مصدر مقرب من الوفد الامريكي الذي غادر الرياض اليوم حقق الاصلاحيون المعتدلون الايرانيون فوزا في الانتخابات البلدية التي نظمت تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي فاز بها حسن روحاني واصبح الثاني وثالث مدن البلاد تحت سيطرة الاصلاحيين في حين عززت النساء حضورهن في مدن مثل طهران حيث اصبح عددهن ست نساء من اصل واحد وعشرين في المجالس البلدية نهاية المجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة